احنا زي ما قلنا كورو والشبرة تصرفوا فبنقول اذا نمني ناكل اكل الدهون يمكن اللي هي بكيميات زيادة شوية احنا بمشوفش هذا الكلام على المدى الخصير زي ما قلت ولكن بمشوفه على المدى البعيد يمكن انا بيحضرني في يوم الايام خدت عييني الدم من المريض وبعد ما فصلنا البلازمة بتاعتها هو طبعا كان وجبة من لجبات اللي هي التيكاوي اللي هي الحاجات اللي فيها الفراخ المحمرة والحاجات دي كلها عندما تشوف شكل البلازمة بتاعته بالظلطة بتحس انها كمية دهون على وش الكرات الدم الحمراء وده خلى الواحد فعلا ياخد باله من هذا الوضع قوي في هذا الشأن يمكن ان يكون كمية دهون كبيرة كتيرة جدا في اكل الكحك والبسكوت زي ما قلنا عن المدى القصير انا ما بيظهرش لي هذا الكلام ولكن بيبان على المدى البعيد في التصلب الشرايين سواء كانت تصلب الشرايين زي حياتي في القلب اللي هي حياتي المهمة بتعمل خصور في الدورة التاجية او في شرايين القلب لو جات في المخية بتعمل برضو بعض السكتة الدماغية والحد كلها لو جات في الاطراف بتعمل لنا بعض المشاكل زي ما بيحصل في مرضى السكر ترقيي الاطراف التزرق وقد تغييره غرغرينة خاصة في ناس مرضى السكر وبعض الحزن الشارع ترجمة نانسي قنقر